موسيقى بعد التوكل على العليل القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان ودخلنا في الأمر الرابع الملك العادل أبو بكر أيوب الأيوبي وكان الكلام في موارد وصلنا إلى المورد الخامس عشر في الكامل الجزء العاشر في صفحة مئة وثمانية وتسعين ثم دخلت سنة ستمائة سنة ستمائة هجري ذكر انهزام نور الدين صاحب الموصل من العساكر العادلية قال ابن الأثير في هذه السنة في سنة ستمائة هجري في العشرين من شوال انهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل من العساكر العادلية وسبب ذلك أن نور الدين كان بينه وبين عمه قطب الدين محمد بن زنكي صاحب سنجار وحشة يوجد خلاف بينهم وحشة مستحكمة ومستحكمة وحشة مستحكمة في بداية الأمر مستحكمة أولا ثم اتفقا كانت بينهما وحشة مستحكمة أولا ثم اتفقا وسار معه إلى ميا فارقين سنة خمسة وتسعين وخمسمائة سنة خمسمائة وخمسة وتسعين هجري وكان الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل ابن أيوب قد سار من مدينة حران إلى رئيس عين نجدة لقطب الدين صاحب سنجار ونصيبين وقد اتفق هو ومظفر الدين صاحب أربل وصاحب الحسن وآمد وصاحب جزيرة ابن عمر وغيرهم على ذلك وعلى منع نور الدين من أخ الشيء من بلاده وكلهم خائفون منه ولم يمكنهم الاجتماع وهو على نصيبين فلما فارقها نور الدين سار الأشرف إليها وأتا صاحب الحسن وصاحب الجزيرة وصاحب دارة وساروا عن نصيبين نحو بلد البقعة قريبا من بوشرا وسار نور الدين من تل العفر إلى كفر زمار كفر زمار وعزم على المطاولة ليتفرقوا فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمى جرديك وقد أرسله يتجسس أخبارهم فيقللهم في عينه ويطمعه فيهم ويقول إن أذنت لي لقيتهم بمفردي تعرف هذه يعني الآن المفتوظ يعني صار عندكم نفس في معرفة نفس الكاتب وصل إلينا وتيقننا بأن ابن الأثير له ميل له هوى للزنكين لاحظ التفجي أنا مجرد حتى أنبه المقابل كيف يقرأ كيف يفهم كيف يقيم كيف يحلل هذا هو الغرض أنا لا أعطي كل شيء ولكن أعطي بعض الأمور التي يمكن لمن يفهم أن ينطلق منها للتعمق في البحوث لاحظ ماذا يقول يقول أرسل جرديك أرسل هذا الملوك وهو جرديك أرسله يتجسس وقال هذا جرديك أخبره قل لهم في عينه لاحظ هذا تشعر من هنا أنه سيصل بك إلى أن يكون هذا هو مورر للهزيمة يعني من هنا تستشعر بأنه يوجد هزيمة في الأمر ومن أول الأمر تبرع بسبب الهزيمة لاحظ دائما هذه حوالة هذه التي تسمع حوالة على مفلس أو إن شئت حوالة على مفلس أو حوالة على مفلس حتى تكون أقرب لكم يحول المال يحول الدين يحول المبلغ واستلام المبلغ على إنسان مفلس إنسان مفلس إنسان انفلس كما يقال بالعامية لاحظ دائما يعلقون الفشل والهزيمة على الآخرين يزوقون ويحسنون صور المنهزمين وفساد الفاسدين يعلقون هذا على غيرهم يبررون الفساد والهزيمة والخيانة وما يرجع إلى عدم الفضيلة ينسبون هذا إلى غير من يفعل المنكر والرذيلة ويكون في هزيمة وجبن وذلة وانحطاط التفت إلى أين سنصل يقول وقد أرسله يتجسس أخبارهم فيقللهم في عينه ويطمعه فيهم ويقول إن أذنت لي لقيتهم بمفردي هذا جردك المملوك يقول له يقول له إن أذنت أنا لقيتهم بمفردي يقول فسار حينئذ نور الدين إلى بوشرة فوصل إليها من الغد الظهر وقد تعبت دوابه وأصحابه هذا إذن تمهيد لتقبل الهزيمة وقد تعبت دوابه وأصحابه ولقوا شدة من الحر فنزل بالقرب منهم أقل من ساعة وأتاه الخبر أن عساكر الخصم قد ركبوا فركب هو وأصحابه وساروا نحوهم فلم يروا لهم أثر فعاد إلى خيامه ونزل هو وعساكره وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات يحصلون على علف ويقول وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات وما يحتاجون إليه فجاءه من أخبره بحركة الخصم وقصده لاحظ أيضا هذه خطوة أخرى تفرق أصحابه الكثير من أصحابه تفرقوا في القرى هذا أيضا تمهيد آخر للهزيمة لتقبل الهزيمة يقول فجاءه من أخبره بحركة الخصم وقصده فركب نور الدين وأسكره وتقدموا إليهم وبينهم نحو فرسخين فنزلوا وقد ازدادت تعابهم والخصم مستريح فالتقوا واقتتلوا فلم تطل الحرب بينهم حتى انهزم عسكر نور الدين وانهزمه أيضا وطلب الموصل فوصل إليها في أربعة أنفس وتلاحق الناس وأتى الأشرف أي ابن العادل ومن معه فنزلوا في كفر زمار ونهابوا ابن العادل العادل جدا هذا العادل الذي اتفق على عدالته الجهمي والتيمي هذا العادل جدا هذا ابن العادل هذا في سلطنة العادل هذا الذي عينه العادل هذا الذي سلطه العادل يقول وأتى الأشرف ابن العادل ومن معه فنزلوا في كفر زمار ونهبوا البلاد نهبا عظيما بلاد المسلمين ونهبوا البلاد نهبا عظيما وأهلكوا ما لم يصلح لهم ولا سيما مدينة بلد فإنهم أفحشوا في نهبها ومن أعجب ما سمعنا أن امرأة كانت تطبخ فرأت النهب فألقت سوارين كان في يديها في النار وهربت فجاء بعض الجند ونهب ما في البيت فرأى فيه بيضا فأخذه وجعله في النار ليأكله فحكها فرأى حك النار فرأى السوارين فيها فأخذهما يقول وطال مقامهم والرسل تتردد في الصلح فوقف الأمر على إعادة تلعفر ويكون الصلح على القاعدة الأولى وتوقف نور الدين في إعادة تلعفر فلما طال الأمر سلمها إليهم واصطلحوا أوائل سنة إحدى وستمائة ستمائة وواحد هجري وتفرقت العساكر من البلاد تهدّ سنة